هلو 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 هل 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 نرى هذه الأيام نوع كثيرة من الروبوت وشكال مختلفة نسمع هذه الأسماء الغريبة التي مثلا تقول بالنكليزية عندستي الروبوت موبايل الروبوت هي مائد روبوت مالك الروبوت اللي هي مثلا ربوتات الصناعية ربوتات السيارة ربوتات الطبية ربوتات خدمية فاصلا إذا حاولنا إذا نصنف هذه الروبوتات كيف نستطيع تصنيفها السلام عليكم ورحمة الله نحن وسهلا بكم معكم أيمن عمر أنا مستشار متخصص في مجال الروبوتكس أنا المدير التنفيذي ومؤسس شركة وينروت الروبوتات واللي هي شركة استشارية مقرة في اليابان طريق الروبوتات يعود إلى منتصف القرن العشرين فالاسم الروبوت طبعا ظهر في بداية القرن العشرين في مسرحية في تشيك اللي هي أظهروا هذه الرجال الآليين اللي هما قالوا أنهم يعني قموا بالمهام حسب ما يطلب منهم ولكن طبعا لم يصر الروبوتات بشكل عملي إلا في أواخر خمسينات القرن الماضي وظهر في الصناعة في سنة 1961 في الولايات المتحدة في استخدام السيارات الأول مرة بعد ذلك طبعا بدأت تنتشر بشكل كبيه في فترة بزات في فترة السبعينات وكان كلها الاستخدامات اللي هي الصناعية بزات صناعة السيارات فأصبح الشكل المعروف للربط اللي هو زراع آلي طبعا بعد كده البحث العلمي تطور في هذا المجال بدأت تصهر مجالات أخرى لربطات بشكال مختلفة في مهام مختلفة بدأت تصهر الاسماء اللي هي الربطات مثلا مبارة السيارة ومثلا الربطات الطبية والمطار العسكرية فطبعا بدأ في تصنيف معين حسب المنظمة الفيدرالية الدولية للربط اللي هي الربط قاموا بتقسيم الربط الى القسمين القسم الأول اللي هو الربطات الصناعية اللي هو الاكثر استخداما اللي هو دائم الشكل معين اللي هو زراع ربط وكل الربطات الأخرى صنفت على انها ربطات خدمية تصبح هناك يعني هناك اسمين اللي هو ربطات صناعية والربطات الخدمية بكلها طبعا تشمل اي ربط يستخدم في الصناع هو ربط صناعي اذا كان لا يستخدم في مجال اخر غير الصناع هو ربط خدمي اللي هو سيرفيز روبط وتحت سيرفيز روبط تجد هذه النفعة اللي هي ربطات الطبية مثلا ربطات اللوجستية ربطات التنظيف ربطات ترفيهية تستخدم مثلا في برامجه الترفيه هناك ربطات العسكرية هناك ايضا انواع اخرى طبعا غير مصنفة في بعض الحالات ولكن اذا مثلا انت طالب في كلية الهندسة تريد ان تردس في مجال الروبط عليها تدرس الشكل المختلف تماما تدرس مثلا عبارة عن مفاصل وخطوط اللي هي هذا ما يتم تدريسه هذا الشيء قد ينطبق على يشبه مثلا نفسا النظريات المطبغة في الروبطات الصناعية وحتى الروبطات الغير صناعية فلذلك اذا التصنفات الاولى هي تصنف حسب التطبيق حسب الاستخدام ولكن اذا تدرس الروبط من ناحية المظرية فهناك طبعا التصنيف يكون بطريقة مختلفة هناك تصنيف حسب شكل الروبط فاذالك التصنيف دائما ينقسم الى غسمين غسم اللون اللي هو يسمى اللي هو دائما الروبط يكون له اساس سابت القاعدة بتاعته سابتة في مكان معين ويأتيهم مثلا تحديد كل المفصل كل المفصل والموقع النهاي اللي هو الانديفكتر حسب بعدها وموقعها من القاعدة الاساسية وطبعا هناك روبطات اللي هي متحركة هذه موبايل روبط اللي هي قواعد متحركة قواعدها متحركة فهذه هم قسمية الآن عندك الفكس اللي هو قواعد سابتة او قواعد متحركة طبعا تحت الفكس اللي هو اكثر دائما يتم تدريسه لان غالية الروبطات هي روبطات اللي تعتمد على قواعد سابتة فدائما تجد هناك السيريال منفيت اللي هو توصيل باللا بالتوالي كل مثلا قطعة موصلة مع القطعة التانية بالتوالي الى الانديفكتر اللي هو القطعة النهائية هناك ايضا انواع اخرى اللي هي البراليل اللي هي التوصيل بالتوازي تكون هناك يعني القطعة الروبط موصلة بالتوازي كلها تتصل في نقطة معينة طبعا اكثر استخداما اللي هو السيريال منيبليتر دائما هو الذي يدرس بكثرة البرالي المكنيز هو اللي هو التوصيل بالتوازي لا يدرس كثيرا استخداماتهم قليلة جدا يعني مقارنة بالسيريال منيبليتر اللي هو التوصيل بالتوالي طبعا من الناحية الاخرى اللي هو القواعد المتحركة هناك ايضا طبعا ثلاثة اقسام رابوتات الارضية تتحرك على الارض رابوتات الطائرة القسمة الثلاثة هو طبعا الروبوتات اللي هي تحت الماء او على الماء يعني هي تنقسم بعد ذلك لثلاثة اقسام كل واحد له نطلات بحسي نظريات وتقنيات مختلفة طبعا الاكثر الاكثر استخداما هو طبعا الروبوتات الأرضية وهذه ايضا تنقسم الى الى ثلاث اقسام القسمة الاول طبعا العجلات الى الويلد روبوت روبوت يستخدم العجلات هو الاكثر استخداما وطبعا وفي بعض الحالات ايضا يصبح درس القسمة الاخر طبعا هو اللي يسمى التراك اللي هو مثلا زي الدبابات النوع الالتراك ده هو النوع الثاني النوع التالي هو الارجل الروبوت متحرك بالارجل طبعا الاكثر المواد اللي بدرس في مجال الروبوت يدرس اللي هي ما كنا الفيكست اللي هو الاكثر استخداما اللي هو القواعد الثابتة الان طبعا مع زيادة في استخدام الروبوتات السيارة تصبح هناك طبعا دراسات اكتر على الموبايل روبوت اللي هو الروبوتات السيارة ادي اصبح فيها لكن طبعا اكترها تركز على الويلد اللي هو بالعجلات الاكثر استخداما لكن اذا كنت تدرس مثلا الانواع الاخرى بزاد اذا كان بارجل هذا طبعا دائما في مجالات البحث العلمي يعني نادري جدا تلك كورسات تدرس عن الرجل إلا إذا كانت جامعة مخصصة جدا يكون لهم كورسات في المجال لكن دائما هي كلها في البحث العلمي طبعا إذا كانت روبوتات الطائرة هناك أيضا تنقسم أيضا إلى أقسام أخرى عندك يعني فيما بأجنحة روبوتات الطائرة بأجنحة أو بمراوح هذه هي الهليكوبتر فهذه أي واحدة لها تقنيات معينة ونظريات معينة طبعا الروبوتات المائية يما هي تحت الماء زي الغواصات أو إنها يعني زي المراكب أو السطح وأي واحد من ذلك لهم يعني تخصوا معين فهذه هي تعتبر تصنيف الروبوتات حسب ترأس النظريات طبعا تختلف عن التطبيقات اللي هي حسب التطبيقات مثلا التطبيقات الصناعية وغير الصناعية فهذه بشكل عام كيف يمكن تصنيف أنواع الروبوت حيث إذا كان من نحط الطبيقية أو من الناحية النظرية موسيقى 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 وانتظرتم من حلقة اليوم إلى أعمر حلقة أخرى دون تفا من الله